اهلا بيكم ورد تعالوا بقى نتعرف على فن جديد يعني استجد مؤخرا على الحالة والحياة الفنية اسمه Digital Art هنتعرف عليه وعلى كل تفاصيله من خلال فنان أهلاوي صميم بيحب جدا للنادي الأهلي والحقيقة من خلال هذا الفن أبدع فيه العديد من اللوحات زي ما حضراتكم شفتوا أكيد معنا في التقرير السبق دخلنا معكم على الهواء معنا الفنان الأهلاوي الشاب أحمد رامسي صباح لفل عليك أحمد أهلا بي صباح الخير يا أحمد تنورنا وزي ما كنت بقول قبل الفاصل أنت سنك صغير جدا فإحنا عايزين تعرف عنك الأول يعني الموضوع بتدى إمتى وشمعنا النادي الأهلي وهل أنت قابلت أصلا أي حد من اللعيبة أو كابتن الخطيب قبل كده هل عرضت الحاجات لأنت أو أعمالك عليهم وردتها لهم يخير نعرف عنك الأول هو الموضوع بادي من أنا صغير شوية الموضوع الفتوشوب والرسم والحاجات دي أن أنا كان جديم صورتي على الشاطئ فأنا كنت بروح مع المعمل والحاجات دي فأشوف الحاجات تعمل إزاي أوكي فأنا لقضتها منهم وبعد ذاتها إيه ما عند الوقت تطور نفسي وتعلمها لحد ما جيت من سنتين بقى فترة الحاجر وكده عادين كلنا في البيت وزقنين فقلت ما أفتح اليوتيوب وشوف أي حاجة جديدة فلقيت موضوع ده فتعلمته حال فبدأت أول طبعا رسومة تبقى غريبة في الأول ومستوى مش قد كده وتطور واحدة واحدة لحد ما وصلت المستوى يعني أنت اللي علمت نفسك إنت بخاتش كورسز ولا أي حاجة ورأيي جدك كان إيه بقى في أول لوحات أنت عملتها لأن أنت بتمثل مدرسة مختلفة تماما عن مدرسته هو الشكل الكلاسيكي للتصوير وكده أنت بقى إيه عملت صورة من وجه النظر أو بالنسبانه فكان شايف إن أنت بتعمله زايدة أبقى مستغرب مش فاهم أو زايدة على الكمبيوتر بعمل رسمة وتطلع شكلها كده لأن كل مستغرب فيه أغضبية الناس قالت في الأول ده فلتر فاهم لفادي تبقى حاجة غريبة جدا منهم مش عارفين إيه ده أساسا طب أحمد تكلمنا أكتر عنك أنت في سنوية عامة صحيح أيوه في تانية سنة وعلم في علمي أوكي أنت عايز تخش المجال ده كمهنة أو احترافية ولا حاجة صايد لا هو صايد على الجنب خلص نهو أي حاجة وقت الفراغ أنا نريد أن تخش إن شاء الله تبقى أسنان لا هو حلم الليلة كلها تقريبا وماما بالأخص كلهم عايزين أكتب أسنان أو ماما بالأخص تقريب طب وأنت عايز تبقى أسنان أم وافق عليها عجبيني أنت موافق عليها ماشي مع الراغبة يعني أوكي أحيلا ومش واشي طيب ربنا يوفق طيب عموما مخطط لنفسك إيه يا أحمد يعني أنت دلوقتي خلاص في المرحلة يعني خلاص بقى مدرك للأمور حواليك والمفروض تبقى ملامح المستقبل اللي بدأت تتبرور كده في دماغك وبالتالي تحط النفس الخطة خطة للدراسة عايز تدرس إيه عايز تشتغل إيه عملت ده ولا مش حيب نفسك للأيان لها وبعرض خطط مع نفسي بس وعرفش نفس في الأيان بس على الأعلى بتخطط بخطط طب يا أخر خطة حطتها النفس آخر خطة إنه ممكن أعمل مثلا أعمال يا ما أخش بها جينيس بس ما عرفش العدد إيه بقى العدد الموجود في جينيس فخططت بس ما عرفش يحصل أو لا طب هاي يا أعمال خلينا نرجع بقى للدجيتال آرت إيه أول شخصية عملتها وبعد كينا نتكلم بقى عن كابتن خطيب والعيبة الأهلي هو أول رسمة عملتها كانت تقريبا انجلين جلي وطون كوز شوف الاختيار برضه فكانت الرسمات موجودة معي لحد حالة بس بأعرضها شلتها سمع حسابتي كلها عشان في الأول بقى مستوى برضه والأشكال وكده وشمانا اخترت أنجلينة يعني عرفش هي جات معي كده هي جات معي أنت سايبها كده للعلاق لا ما أنا بقى مثلا فاتح فيز بقلب فالصورة تيجي قدامها التام لاين أخدها أولها أرسمها ماشا ممكن نفهم أكتر يعني لو تعرضوا يا جماعة بعد إذنكم حاجة من اللي أحمد رسمها علشان نتكلم في التفاصيلها شوية يعني اشرح لنا برضو لأن مش كل الناس فهمها والأعمار المختلفة بتتفرج علينا يعني إيه أرسم ديجيتال يعني دلوقتي جبت صورة انت زي بترسمها يعني أنا أنا نفسي عايزة أعرف يعني في برنامج في كذا برنامج بشتغل عليهم أو مثلا الصورة اللي قدامنا دي دي مثلا دي تنفستها كلها على فوتوشوب جبت الصورة جاك شين نفسها حملتها من على الانستجرام بتاعه حطيتها وبعد كده بدأت عمل لها لين ارت اللي هو الخط اللي بتبقى من بره دي اللي هو التحديم بتاع الشخصية شبه اللي سكتش اللي في الورق أوكي وبعد كده تبدأ مراحل التروين مثلا نعمل الهدوم الأول أو الشعر أو الوش وبتبدأ خطوات ياما ممكن الرسمة تخشاف 16 ساعة شغل بس نبعدش طبعا مرا بعض ممكن تخلص على أسبوع عشر أيام لو كل يوم عود فيها شوية يعني هي محتاجة تالنت أصلا لا هي محتاجة لواء تطبق أكتر وتفرج على شغله أكتر من ده يعني الأدوات نفسها هل هو الماوس بتاع كمبيوتر هو ده الأداء اللي بترسل ماوس واللابتوب بتعببويا لما يشت لابتوب فهو مستغله أساسا ومفروض فيه حاجة سمتها بالجرافيك بس لسه ما جبتوش يعني يعني أخذ ولك ده ما فيش أي أصلا تعرف برضو الرسم بشكله التقليدي أيها الألام واللوحة والألوان وعلام الألوان المختلفة شايف إن ده ممكن ياخد من الرسم التقليدي يعني فكرة إن فيه تطور وصل للدرجات دي إن انت ممكن تقعد شوية على اللابتوب وتعمل لوحة خلابة وغيرك ممكن يقعد شهور أو يمكن سنين من عمره بيرسم لوحة مثلا فهل الفن اللي استجد ده اللي هو الديجيطال أرد ممكن يسحب البساط من الفن التقليدي الكلاسيكي ولا مش شرط حيق ومع الوقت اللي رحم فيه دلوقتي إن التكنولوجيا دخف كل حاجة فالموضوع ده هيستطدمه أكتر مثلا في عنات الشركات في البرامج في الشركات كتسمي الدار على الناس التامن للشغل ده وبره بالأخص أن العنات كلها بجرافيك بره حتى زي فترة كورونا ما كانوا بيعملوا لعلانات دي الانميشن كان بتبقى ثلاثة رسمات فيكتور فالموضوع بيتخش أكتر إنما مثلا برسم رسم عادي مش استدموه في علانات حالا لو نحتاج التكنولوجيا أكتر طب حلو خليني بقى روح معيك بردو لفكرة هنا يعني ذكرياتك مع الأهلي خلينا نعرف أنت أصلا أهلاوي والعيلة أهلوية كلها خلينا نعرف أكتر أنا أتفرج التلفزيون من نوع صغير من روحة شستات قبل كده السن بس العلا مش متابعين كورة قوي بحشستات خالص أصلا أه أوكي أو أتفرج بس من على التلفزيون بس والأهلي إيه بقى أنت أصلا أهلاوي بالوراثة ولا أنت عارف اللعيبة فيه اللعيبة بتحبوهم يعني خلينا نعرف منك من نوع صغير يعني تفرج عليهم تريمك 12 سنة أو 10 سنين مثلا تفرجت في فالفرعة عجبتني فقلت أكام بيتفرج عليهم فالموضوع كبير معي وبقت بتفرج على كل المنشط وبتابعهم أكتر وبقت مشجع أهلا طب أنت من شوية قلت يا أحمد فكرة أن دلوقتي العالم كله بقى وشركات كتيرة بتدور على ناس عندها القدر على اللي أنت بتعمله ده حل هل ده الواحده ما كانش مشجع بالنسبة لك أنك تفكر أن أنت تدرس كمان الشكل ده من أشكال الفنون هو الدراسة بتاعته فنون جميل لو كسم جرافيك هتبت دراسة قلوبية جدا أنت عارف الحاجة والحاجة معاك فهو هيخش أديك الحاجة اللي أنت عارفها أساسا إذا أنت عايز تقول أنت بتفكر تدرس حاجة تانية وأنت كده كده عندك النوهاو بتاعت الديجيط الارض أي أننا عارف الحاجة فمش أخش أدرسها هي هي أن أنا كده عارفها أساسا فمش الدراسة ممكن يبقى فيها مساحة لأنت تتعمق أكتر بالفن هذا هو الفن ده بيزيد أكتر نزود طبقات بسعة الوش والألوان بيطلع شغل مختلف أكتر فهذه النقطة التي تبقى فيها خلينا بقى نروح لسورة كابتن خطيب حكا لنا برضو أخذت منك قد إيه وش معنى رسمتك كابتن خطيب لو أنت بتتكلم يعني تتفرج على التلفزيون بالصدفة أنا قلت أنك بتحب الأهلي قوي وبتتابع الفريق يعني ده لأنا فهمته نسمت كابتن كانت يوم عيد ميلاده أساسا أنا نزلتها يومها يديناده تقريبا كالساعة واحدة تقريبا نزلتها يومها وبعدت هالو السين بس مش عارف شافه أو لا بس محدش نزلها تانية عملت هالو منشن يعني على تويتر ولا على إيه على الرقم واتساب بجد أبعدت هالو شخصيا وعملت هالو شخصيا وانت جبت الرقم من إين لا جبت بقى خلاص هنقرروا في الفاسط وحيروح من إيه بقول لك يا أبو حميد برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نعرفها منك فكرة أن الرسام التقليدي بيعرض نتيجة شغله في معرض يعني بيشارك في معرض أنت بقى بتعرض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولا مثلا بتشترك في مسابقات يعني فكرة أن أنت عايز الناس تشوف شغلك ده بتخليهم مشوفوه زي على وسائل التواصل عندي مثلا الفيسط والنستا الحسابات بتعطي بنزلها الشغل ففي الفلورز عندي يتفرجوا على الحاجة ومهتمين أنني ننزل الحاجة وأنا كل فترة لو مثلا شغل على رسمة بقوا منزل مثلا تزر لها لو إيه في رسمة جاية أصور خاطب تلفون بعيد وفي حاجة جاية لو إيه بشوقهم مع رحلة وفي ردود أفعال لقطفة وفي ردود أفعال بس وفي برضو اللي بيقعد انتقد واللي بالتاريئة وكده بس مردش عادي بس أنت بترسم يعني كلم على الأهلي برضو أنت بترسم لعبة الأهلي فأنت فاهم لعبة الأهلي دول وراهم كم عدد من الجماهير فهي صورة لاعب يعني الصورة دي ممكن تجيب لك أنت عارف لايكات قد إيه والشارق قد إيه فعشان كده أنا برضو هرجع لنقطة الأهلي تاني أكيد أنت لما بترسم لعبة تكون بتحبه في الأول وفي الآخر كويس مين أكتر لاعب دلوقتي في الأهلي مثلا أنت بتشوف أنه هو مش هقول بس يعني أكتر لاعب بتحبه أنا حقيقة أحب دياني جدا أنه ثابت اللي هو بيقدي أساساً اللي هو لعيب ربي بماية كلمة زي ما بيقوله فهو ده أكتر لعيب مفضل ليه وده وبعده أكرم توفيق رسم الديانج دي أنا وزميل ليه اسمه مصطفى اشتغلناها سواء الرسم دي حوالي خلصنا في حوالي عشر أيام نحن مش فضيحنا اثنين فخلصنا في عشر أيام نزلناها وقالي وشاف أسانا عنيست وعمل لها شير عنك طب حلو حلو جدا ايه أكتر صورة جابت لك لايقات وشار تبقى جرامي يومها كان لسه أخذ البطولة فانا نزلتها يومها في ساعتها بعدها نص ساعة لقيته وعمل لها شير ورد عليها برايفت طب حلو جدا فأنا اتفاجئت يوم أنا قلت سميش يشوفها اتبسط جدا أنا يومها قمت رطيت من عصير اللي هو كان سن فلده نايم أنا قمت مرة واحدة بتغير تكنا في الأوض ربنا يوفقك يا أحمد أنت بتعمل حاجة جميلة وفن جميل وبنتمنى لك كل التوفيق وبنشكرك على وجودك معنا في حلقة النهاردة نورتنا شكرا لك يا أحمد جدا طيب هنروح فاصل ونرجع نكمل محضراتك وفاقك الجاية هنتكلم فيها بقى عن ملفات مختلفة لكلة القدم طبعا خاصة بالأهل الدوري أفريقيا وكمان المنتخب بس سريعا بعد الفاصل